أهلي رجع واستقنف تدريباته على ملعب مختار التيتش استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الميران كان بدون اللاعبين الدوليين المتواجدين النهاردة طبعا في لايبريا مع منتخب مصر واللي طبعا كسب سير اليون بهدفين مقابلة شيء الأهلي بيعود إلى التركيز والعمل الجاد يعني خلاص رجعنا لدوري أبطال إفريقيا ثم هتلعب بعديها دوري وبعدين هتلعب تسفر تلعب في دوري أبطال إفريقيا في تنزانيا وبعد كده ترجع تلعب في الدوري مرة أخرى ثم بعد كده تسافر عشان تلعب في كاس العالم للأندية الفترة القادمة محتاجة عمل كتير جدا لأنه هتكون مضغوطة ما بين مباريات للدوري وزيما قلت لحضراتكم وكل شوية في ما بين مباريات الدوري ومباريات دوري أبطال إفريقيا ثم كاس العالم للأندية كلها صفر يعني انت رايح تنزانيا هترجع من تنزانيا هتلعب مباراة في الدولة وبعدين تسافر السعودية علشان تلعب كاس العالم للأنداء ولكن زي ما تعلمنا في النادي الأهلي التركيز يكون على المباراة القادمة احنا بمفكرش في كاس العالم ولا في أي حاجة ولكن تفكرنا في مواجهة ميدياما الغاني مواجهة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر كمان كم يوم سبوع هتتلعب على استاد السلام الأهلي لازم يفتتح دور المجموعات بفوز مريح لأن احنا دور المجموعات الفترة اللي فاتت بالنسبة لنا يعني عندنا في مشاكل يعني كنا بناخد البطولة اه لكن عندنا في مشاكل فمجموعات مرهقة المجموعة بتاعتنا مجموعة مرهقة على فكرة وحتلعب في غانا وفي الجزاير وفي تنزانيا كلها صفر الأهلي حامل اللقب لازم يدافع اللقب بطلا لدور أبطال إفريقيا وده اللي احنا متوقعينه من لعبتنا ان شاء الله خلال الفترة القادمة